موسيقى ساعة اخبارية جديدة تأتيكم من النيل أهلا بكم استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بالإشادة باتفاقيات التعاون التي تم توقعها مع فرنسا بعدة مجالات من ناحية أخرى أشار مدبولي إلى التنصيق مع الجهات المعنية لدفع العمل بالمشروعات الجديدة للمستثمرين السعوديين مشددا على مساندة القطاع الخاص كشريك في تحقيق التنمية المنشودة يتي هذا بينما وفق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية وإنشاء مجلس الجامعات الأهلية برئاسة وزير التعليم العلي من جانبها تناولت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد نتائج زيارتها إلى جينيف ولقاءها مع مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تدروس أدهانوما مشيرة إلى دعم منظمة الصحة للجهود المصرية المبذولة لتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا وحول نشاط مجلس الوزراء ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك مرسلنا أحمد أبو الحسن أحمد كيف تبعت اجتماعات اليوم وأهم مقام به مجلس الوزراء واتخذه من قرارات في جلسة اليوم يعني بعد التحية الفاعل كان الملف الاقتصادي تصدر أهم الملفات تمت ملقشاتها اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء رئاسة الدكتور مصطفى المتغولي رئيس الوزراء الملف الاقتصادي يعني شمل العديد من النقاط الهامة والتي أشار إليها الدكتور مصطفى المتغولي رئيس الوزراء حيث أشار إلى الوفد السعودي الذي قام بزيارة مصر لالفترة الماضية وأكد أن هذا الوفد ضم أكثر من 35 من كبار الرجال الأعمال السعوديين والذين لهم توسعات ومشروعات في مصر يرغبون في التوسعات الاستثمارية بالإضافة أيضا إلى التصريح الذي أكد الذي أشار إليه وزير التجارة والاستثمار السعودي وهو أن مصر أصبحت بعد القرارات القوية التي اتخذتها خلال القرارات الماضية والتي أثبتت نجاحا قويا في مجال الاقتصادي كان لكبير الأثر أيضا في جذب الاستثمارات من الدول المختلفة والتوصف في الاستثمارات السعودية في النظر على جانب آخر أيضا رئيس الوزراء أشار إلى أيضا الإسادة التي حجمها كان على رأس وفد رفيع المستوى من الاقتصاديين أكد خلاله أن هذه الاتفاقيات وبروتكولات التعاون التي تمت بين مصر وبين دول المختلفة وبين فرنسا هذه الاتفاقيات لم تأتي إلا من فراغ ولكنها جاءت نتيجة بالقرارات القوية التي اتخذتها مصر والنجاحات الاقتصادية التي تمت خلال الزنوات الخمس الماضية والتي جاء على أثرها النجاحات المختلفة والتي كانت على المستوى ليس فقط الأفلين ولكن المستوى الدولي أيضا هناك أيضا تأكيد من السيد رئيس الوزراء بأن المؤتمر الذي تم عقب في مدينة سارم الشيخ يوم الجمعة الماضي وأن هذا المؤتمر الخاص بالتنمية الاقتصادية الإفريقية والذي عقدته مصر في مدينة سارم الشيخ لرؤساء الهيئات الاقتصادية في أدول إفريقية بالتأكيد أن النجاحات الاقتصادية في مصر لم تقتصر على الدولة المصرية ولكن مصر رغبت أن تشاركها أيضا دول إفريقية في هذه النجاحات الاقتصادية بشكل كبير أشكرك كنت معنا من مجلس الوزراء الزميل أحمد أبو الحسن أكد وزير الخارجية سامح شكري على عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر ولكسنبورغ والتنصيق الوثيق بين البلدين جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده شكري اليوم مع وزير خارجية لكسنبورغ جان أسل بارنا في ختام مباحثاتهما والتي عقدت بمقر قصر التحرير بالقاهرة العلاقات الثنائية بين البلدين تموح المشترك لتدعيم هذه العلاقة والالتقاء بها خاصة في المجال الاقتصادي وأيضا تناولنا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى القليمي وفيما قدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودفع جهود عملية السلام بالإضافة إلى التطورات المرتبطة بالأوضاع في ليبيا وأيضا استعراضنا آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة مرة أخرى برحب بمعالي الوزير وتطلع إن شاء الله لزيارة لكسنبورغ في القريب العاجل ومرة أخرى بشكره على كل ما يبديه من مواقف دعيمة لمصر والارتقاء بالعلاقة وتفاهمه للمجالات العديدة المتاحة لزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري فيما بيننا في إطار دعم جهود مصر نحو الإصلاح الاقتصادي نحو التنمية وأيضا تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط قال وزير الخارجية سامح شكر اليوم إن الموقف الإثيوبية المتعنت ومحاولات اتخاذ مواقف أحادية يخالف القانون الدولي وأضاف شكري خلال مؤتمر الصحفين اليوم مع وزير خارجية لكسنبورغ أن وزير الخارجية العرب أبدوا دعمهم لموقف مصر والسودان العادل في أزمة سد النهضة رفض الجانب الإثيوبي استئناف المفاوضات بل رفضوا أن يدرج الهدف من هذه المفاوضات في الوطائق الصادرة عن الاجتماع بأنها للتواصل الاتفاق حول الملء وتشغيل سد النهضة هذه المواقف بتؤكد التعنت وبتؤكد بمحاولة التنصل من الهدف وبالتأكيد أنه السعي لكل الوسائل السياسية لتغيير هذا الموقف وتحمل المجتمع الدولي لما قد ينتج عن استمرار هذا الوضع من توطر وتصعيد يكون له أثر بالغ وسلبي على الأمن والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا القرن الأفريقي بكل المشاكل القائمة به وأيضا يتعدى ذلك إلى القرى الأفريقية بسفة عامة كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد جلسة مباحثات مع جان أسل بورن وزير خارجية لكسنبورغ والذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة تناول اللقاء الذي يعقد بقصر التحرير العلاقات بين مصر ولكسنبورغ وأسبل تعزيزها في إشبت المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك شاركت مصر في أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي انطلقت في نيويورك تحت عنوان لاستجابة والتعافي من جائحة كورونا من أجل التعامل مع التدعيات الاجتماعية والاقتصادية على الأشخاص ذوي الإعاقة القابيان مصر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إيريس حيث أكد على الاهتمام البالغ الذي تليه الدولة المصرية لقضية الإعاقة ورعاية الاحتياجات الخاصة كما استعرض الإطار التشريعي في مصر والذي يهدف لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تدولته رسالة نصية تزعم تعرض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية والتي أكدت أن تلك الرسالة مزيفة ولا أساس لها من الصحة مشددة على أن لقاحات كورونا في مصر أمنة وفعالة وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء تبقى للقواعد العالمية والمحلية المتبعة وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجرائم التي تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وضبط جرائم غش مستلزمات لإنتاج الزراعي والحيواني والداجيني حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار ونجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصادل الجرائم التي تضر بالبيئة وغش مستلزمات لإنتاج الزراعي والحيواني والداجيني حيث قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار أصفرت عن نتائج كبيرة فقد تمكنت الإدارة وفي مجال حماية الثروة الزراعية من ضد سلاسة مخازن ومصنع ومتجر وسيارة وسلاس شركات ومحل جمعها بدون ترخيص بنطاق محافظات المنوفية والإسماعيلية والبحيرة بداخلهم نحو ستمائة طن مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية ونحو سلاثمائة طن أعلاف حيوانية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر كما نجحت في ضبط أربعة مصانع ومخزن بالشرقية بمضبوطات بلغت خمسة عشر طن نفايات طبية يتم أعادة تدويرها وتصنيعها بما يمثل ضررا بالغا على الصحة العامة ومئة وتسعة عشر ألف قطعة أكواب زجاجية مجهولة المصدر وكذا ضبط أربع عشرة منشأة صناعية ببني سويف والدقهلية لمخالفتها الاشتراطات البيئية والصحية وقد أصفرت نتائج هذه الحملات عن ضبط ثماني منشآت سياحية بالقاهرة لمخالفتها الاشتراطات البيئية والصحية وانتهاء ترخيصها وضبط تسع عشرة قاضية تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بنطاق محافظة الفيوم وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط مئة وتسع قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومدريتي أمن الفيوم والجيزة وفي مجال الملاحة الداخلية تم ضبط ثماني وعشرين وحدة نهرية لمخالفتها قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية في الاتجاه ذاته نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في ضبط مصنع وسلاسة متاجر بالبحيرة لقيام المسؤولين عنها لتصنيع والإتجار في المستلزمات الزراعية والمطاهرات المغشوشة والمصنعة من مواد مجهولة المصدر وبداخلهم أكثر من مائتين وعشرين طن مواد خام ومنتج نهائي لمستلزمات إنتاج زراعي وأعلاف حيوانية مجهولة المصدر عبدالله بركات للتلفزيون المصرية قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر أن اجتماع وزراء الإعلام العرب يلقد في وقت هو الأصعب في تاريخ العمل العربي المشترك مما يحتاج إلى التسلح برؤى إعلامية تتسم بالوعي واليقظة والسرعة وأشار جبر خلال أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب إلى أن الأمة العربية تواجه منذ سنوات خاطر الإرهاب مما يحتم تفعيل الرؤى السابقة والتي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة نثمت حاجة للاستفادة من موجة التعاطف الدولي والزخم الإعلامي الحاصل مع القضية الفلسطينية انطلقت أعمال الدورة الواحدة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب بمقر الأمن العام لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الثقافة والإعلام السوداني وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ومشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية في الدول العربية إن للإعلام دورا مهما في تهدئة الأجواء العربية وتعزيز روح العمل المشترك والأهداف الواحدة بين الدول العربية والأهم بين الشعوب العربية ولا يخفى ما تقوم به منصات خارجية من جهد خبيث يستهدف ضرب وحدة الصف العربي وإشاعة روح الانقسام والفتنة بين الشعوب العربية وبعضها البعض وعلى إعلامنا مسؤولية كبيرة في التصدي لهذه الرسائل السلبية وفي تعزيز الانتماء إلى الهوية العربية الجامعة خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية دور الإعلام في دعم القضايا العربية آن الأوان لتفعيل الرؤى الكثيرة التي توصلنا إليها في الاجتماعات المشتركة لوزراء الإعلام العرب وأن نصل إلى استراتيجيات موحدة لتطهير العقول من أفكار ومعتقدات أخطر من القنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة التي يستخدمها الإرهابيين لنحمي شبابنا من الوقوع في براس تلك الجماعة إن وجود القضية الفلسطينية في مقدمة بنود اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب واجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي يؤكد إدراكنا العميق وتوافقنا التام على أنها قضيتنا المركزية وجوهر كل القضايا الإقليمية والعالمية وما شهدناه من أحداث وتطورات خلال الأسابيع الماضية يستدعي منا بذل الجهود الإعلامية الحثيثة إلى جانب الجهود السياسية والديبلوماسية التي تبذلها قياداتنا العربية لدعم إحقاق الحق الفلسطيني العادل ناقش المجلس القضية الفلسطينية وكيفية تنفيذ السياسة الإعلامية العربية متواصلة وحجد الرأي العام العالمي ومناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التعسفية ضد الفلسطينيين ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج واللجنة العربية للإعلام الإكتروني كما ناقش الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 يلعب الإعلام في فترة الأخيرة دورا بارزا في العديد من القضايا على المستوى العالمي ومعه يبرز أهمية زيادة دور الإعلام العربي تجاه العديد من القضايا العربية والتوحيد الرؤى لدعمها في الفترة القادمة من الجامعة العربية منذر أبو دوح للمزيد من المتابعين ضموا إلينا هاتفيا من جامعة الدول العربية الزميل منذر أبو دوح منذر أهم مكاننا اليوم على أجندة أعمال الدورة الحدية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب بالفعل هناك العديد من القضايا تمام منقشتها ومنها القضايا الفلسطينية والتطورات الأخيرة التي حدثت بها والتدخل المصري لوقف الاعتداءات على قطاع غزة من قبل الاحتلال الزلي وكذلك التوجه المصري لأعادة أعمار غزة ولقي إشادة من قبل المشاركين في الاجتماعات وزراء الإعلام والذي تبعناه على مدار الأيام الماضية كذلك وكذلك منقشة الإرهاب وكيفية مواجهة الفكر المتطرف الإرهابي من خلال توحيد الرؤى للإعلام وتوحيد الرسالة لتوعية المواطن العربي بخطورة الإرهاب وخطورة الأفقار المتطرفة وكذلك العديد من القضايا العربية لتوحيد الرؤى الإعلام في مواجهة هذه القضايا وكذلك بالنسبة للوجه العربي وكذلك على المستوى العالمي كذلك هناك منقشات لوضع خطة عاجلة للإعلام العربي لتوحيد الرؤى الخاصة بالقضايا العربية المرحلة القادمة بالنسبة للمجتمعات العربية وكذلك المجتمعات الدولية أشكرك الزميل منذر أبو دوح كنت معنا من مكر جامعة الدول العربية بالقاهرة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي موقعا في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة وآخر جنوب المدينة لما أدى إلى أضرار مادية بداخله وقصفت بصاروخ واحدة على الأقل قصفت موقعا أخر جنوب مدينة غزة دون وقوع إصابات نشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستأنف فيها طائرات الاحتلال قصفها لقطاع غزة منذ انتهاء العدوان الأخيرة والذي استمر 11 يوما ورحى ضحيته 259 شهيدا أي ما يقرب من 2000 جريحة في أول مواجهة عنيفة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ نزاع استمر 11 يوما الشهر الماضي في غزة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي موقع عدة لحركة حماس في قطاع غزة تحت مزاعم إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني المحاصر مصادر أمنية فلسطينية أفدت أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين موقع في شرق مدينة خان يونس وموقع آخر جنوب المدينة في جنوب القطاع دون وقوع إصابات جراء هذه الغارات هذه الضربات الجوية هي الأولى التي تنفذها إسرائيل منذ وصول الحكومة الجديدة برئاسة وزير الدفاع السبق النفتة لبيناتا إلى سدة الحكمة الأحد الماضي والتي أنهت أكثر من 12 عاما من حكم متواصل لبنيامين نتنياهو وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات جاءت ردا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو مناطق قرب الحدود الإسرائيلية وحمل حركة حماس مسؤولية ما يجري داخل القطاع محذرا من أنه مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها تجدد القتال بين الطرفين يأتي ذلك بعد زيادة التوتر بين الطرفين وخاصة بعدما أصيب 17 فلسطينيا على الأقل خلال اجتباكات مع قوات الاحتلال في القدس الشرقية مع انطلاق مسيرة للأعلام لليمين الإسرائيلي المتطرفة واعتقلت شرطة الاحتلال عددا من الفلسطينيين أثناء إخلاء منطقة باب العمود قبيل خروج المسيرة في خطوة يعتبرها القانون الدولي غير شرعية أصلا وجودهم هون هيك تعلق أسوار هيك تومني سبسل ويغلطوا يعمل حركات غير نائقة بس السبسل القائمة المشتركة ستبقى مع شعبها حتى هنا على هذا السور في باب العمود يرتفع علم فلسطين في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تستأنف فيها طائرات الاحتلال قصفها لقطاع غزة منذ انتهاء العدوان الأخيرة والذي استمر 11 يوما وراح ضحياته 259 شهيدا وما يقارب الفي جريحة اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 56 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى ونفذوا جولة استفزازية قبل أن يغدروهم من جهة باب السلسلة وفي سياق متصل قال رئيس بلدية السبسطية محمد عازم إن مئات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطينية عند قرية حزمة بالقرب من مدينة القدس في الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلية بزعم محاولة الهجوم على جنود الاحتلال دهساً أو طعننا على سعيد المتصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرين فلسطينيين من الضفة الغربية بينهم مصابع واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة بيتاب نابلس وفي الخليل اعتقلت ثمانية أشخاص بينما اعتقلت شابين من توركرم وفي رمالة اعتقلت تسعة مواطنين بينهم مصابع توجه الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا وذكرت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة الرئيس سيرجيو ماتريلا ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وأشار البيان إلى أن الزيارة من المقرر أن تبثل مناسبة متجددة لمواصلة بحث سبل تطوير أليات التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في عدة مجالات ومزيد من ترسيخ علاقات التشاور والتنصيق القائمة بين البلدين وطعمق النقاش وتبادل وجهة النظر بشأن عدة ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أنه يأمل أن يكون اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في جينيف مصمرنا وأشكر بوتين بايدن وهو يجلس بجواره على مبادرته لعقد اللقاء اليوم بينما ذكر بايدن أنهما سيعملان على تحديد مجالات التعاون والمصالح المشتركة ومن المقرر أن تضم أجندة القمة قضايا الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا ومحاربة الجريمة السيبرانية والتعاون الاقتصادي تغيرات المناخ ومختلف النزاعات الإقليمية بالإضافة إلى المسائل العلقة في العلاقات السنائية بين موسكو وواشنطن وذلك وسط توقعات بأن يشهد اللقاء خلافات كبيرة وتضاء الفرص تحقيق أي انفراجة للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية دكتور مختار مساء الخير أهلا بك انتاء الخير عليك وعلى مشاهديك أهلا وسهلا يعني لماذا هناك توقعات بعدم حدوث أي تمتراجة بين الطرفين في حين موافقة الطرفان على عقد قمة بينهما يعني خلينا أقولك ببساطة جديدة جدا لقاء سحاب ما بين الطرفين بعد حديث متبادل شديد ما بين الجانبين قلق أمريكي من التقارب الروسي الصيني في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية الروس مزعجة للولايات المتحدة الأمريكية بصفتها وريسي للاتحاد السوفيتي بدأت تناوئ وتعاكس السياسة الخارجية الأمريكية في كثير جدا من ملفات النزاع خلت كثير جدا من المحللين يتحدثوا عن هذا اللقاء باعتباره يعني اللقاء استيضاح لمواقف كل من الطرفين في كثير جدا من القضايا وهناك محلل سياسي بريطاني معروف اسمه مارك غاليوتي قال أنه أهداف القمة ما بين الطرفين مختلفة بشدة بوتين يريد لروسيا أن تكون في المكانة التي تستحقها والطبيعية لها على مستوى العالم بصفتها وريسي الاتحاد السوفيتي بايدن له وضع مختلف يرى وضع روسيا في صندوق ووضع هذا الصندوق على الرافض بمعنى أن روسيا لا تصل إلى مرحلة أن تناوئ بشدة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وبدرجة أو بأخرى يعني يكون في درجة من درجات تطوعها في كثير جدا من القضايا فهو الأهداف مختلفة المرائي مختلفة لكن بدرجة أو بأخرى هذا الاجتماع في حد ذاته هو الانتصار لكل الطرفين لكن دكتور مختار على الرغم من الخلافات إلى أن هناك قضايا هي نقاط طلاقي ما بين كل الأطراف ما يتعلق بتحقيق الأمن والقضاء على الإرهاب وأيضا جائحة كورونا والتي استفى العالم لمحاربتها نعم دي قضايا بس ما تقدرش تقولي أن دي القضايا الجوحية لأن هذه القضايا اللي سعدتك أشرت إليها هي قضايا لا صراع عليها يعني هناك هدف أساتي لكل الدولتين في محاربة الإرهاب نعم وهناك هدف أساتي لكل الدولتين في مكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 نعم لكن ملفات الصراع مختلفة أوكرانيا ملف مختلف ما بين الروس والأمريكان بايدن وحديثه عن خطوط حمراء هيضحها لبوتن في كثير جدا في الملفات وجود الصين بجانب الروس في حلبة الصراع الأكبر على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي مسألة مزعجة لأمريكا إيران ملف مهم جدا ما بين الطرفين وفي خلاف شديد ما بين الطرفين عليه فدي كلها مناطق إلى حد كبير يعني بتؤدي إلى خلفات جوهرية ما بين الجانبين لأن مناطق المطالح مختلفة وصعب جدا الصلاق فيها لكن عليك أنك تتني حد أدنى من التوافق ما بين القواتين على الأقل في حالة هدوه تمام أنا بشكرك دكتور مختار غباشي نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية شكرا على هذه المدخلة في ماري قتل جندي نيجيري وأصيب آخر إلى جانب جنديين فرنسيين خلال معارك مع مسلحين وتعرض جنود من قوة برخان الفرنسية خلال مهمة استطلاعية لهجوم شنه مسلحون وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية إن الجنود تلقوا دعما من الطائرات المروحية والمقاتلة وقاموا بتحييد المسلحين الذين لم يتم الإبلاغ عن عددهما حذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة في أقليم تيجريل والتي تشهد حربا يمكن أن تمتد إلى أقليم أخرى في إثيوبيا والتي رفضت أن يبحث المجلس موضوع تيجريل لأنه شأن داخلية تحذيرات أممية من أن المجاعة في إقليم تيجريل التي تشهد حربا يمكن أن تمتد إلى أقليم أخرى في إثيوبيا وخلال اجتماع المعلق لمجلس الأمن الدولي قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكاك إنه من المتوقع أن يزداد الوضع سوءا في الأشهر المقبلة وأشار لوكاك إلى أن عدد الذين يعيشون في وضع مجاعة في تيجري يقدر بأكثر من 350 ألف شخص كما أن نحو مليون شخص في مناطق تيجري وعفر وأمهر على وشك الوقوع في براطن الجوع في غضون ذلك دعت السفير البريطانية لدى الأمم المتحدة أعضاء المجلس إلى الاتحاد والدعوة بصوت واحد إلى وقف ثوري لإطلاق النار وإصال المساعدة الإنسانية إلى المتضررين من الواضح أن الطعام والمحاصيل الزراعية والماشية الحية قد دمرت ونتيجة لذلك يعاني نحو 350 ألف شخص من المجاعة في إقليم تيجري في حصيلة لم تحدث منذ مجاعة الصومال وملايين كثيرة أخرى سيواجهون تفاقم من عدم الأمن الغذائية بسبب تعطل الزراع من جانبه قال السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة عقب الجلسة إن بلاده ترفض أن يبحث المجلس موضوع تيجري لأنه شأن داخلي معتبرا أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لم تجمع هذه البيانات بطريقة شفافة وشاملة وشن رئيس الوزراء الإثيوبي إبي أحمد في نوفمبر الماضي هجوما عسكريا واسع نطاق على تيجري لنازع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيجري الحزب الحاكم في الإقليم متواصلون مع حضرتكم ومعنا أيضا تتحاد الأوروبي وافق على رفع القيود على المسافرين الوافدين من ثماني دول ومناثقة بينها الولايات المتحدة ولبنانة الآن أخبار الاقتصاد مع زميل محمد عبد الحاكم تفضل محمد شكرا سحر وعلنكم مشاهدين الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية أبرز ما فيها مدبول يشهد مراسم توقيث ثلاث برتقلات تعاون بين أربع محافظات لإستخدام الأراضي القابلة للزراعة بالوادي الجديد شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيث ثلاث برتقلات تعاون بين محافظة الوادي الجديد من ناحية محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ من ناحية أخرى لاستغلال مساحات من أراضي الوادي الجديد لصالح تلك المحافظات حضر مراسم التوقيع وزراء الكهرباء والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان وتتعلق تلك البرتقلات بتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاثة لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات والخروج من الواد الضيق إلى الصحراء الشسعة ومضاعفة المساحات المزروعة من خلال إقامة مشروعات تنموية زراعية وشاملة قال وزير النقل المهندس كامل الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على تعيين ألف مهندس بهدف توفير كوادر شابة في المجالات الهندسية المختلفة مؤهلة للعمل بخطوط وورا شبكة السكك الحديد وشبكة القطار الكهربائي السريع وكذلك تعيين ألف وخمسمائة فنية للوظائف الفنية المختلفة جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير النقل مع رؤساء الإدارات المركزية بهيئة السكك الحديدية لمتابعة تنفيذ خطة التطوير والارتقاء بالعنصر البشري في الهيئة التي وجهت بها القيادة السياسية وأكد الوزير أن مرتجزات الخطة الخاصة بالعنصر البشري الحالي في السكة الحديد تعتمد على عدة محاور منها خلق بيئة عمل مناسبة وحل كافة المشاكل الإدارية وتحقيق العدالة بين كل الموظفين والتدريب والتأهيل لهم أعلنت وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 80 مليون مواطن في غدون ثلاثة أعوام وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأضافت الوزارة أن لديها خطة طموحة لتوصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر بالعمل في القرى والمراكز بحيث يتم إدخال خدمة الغاز إليها بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحية وأكد وزير البترول طريق المل لأن الوزارة حققت نجاحا كبيرا في قطاع الغاز الطبيعية وأشار إلى أن مصر حتى عام 2015 كانت تستورد الغاز الطبيعية وهو ما يزيد العبء على الدولة حيث كانت تصل تكلفة الاسترادة إلى 2.5 مليار دولار سنويا أكد الدكتور محمد معيت وزير المالية أن الحكومة وفقت على بعض المزايا الجديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأوضحت الوزارة أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى بحيث لا يتم تجميد أوضعهم الوظيفية وأشرت الوزارة إلى أنه يجوز ضم مدة الخدمة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية قام وزير الإسكان عاصم الجزر ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين بجولة تفقدية موسعة لدار الأبرى الجديدة والمكونات المختلفة لمدينة الفنون والثقافة والمقامة على مساحة 127 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي ختام الجولة التفقدية أثنى الوزير على مستوى التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة بالعاصمة الإدارية وأشار إلى أن المشروعات المنفذة وغيرها من المشروعات القومية الجاري تنفيذها تعد شاهدا على النهضة العمرانية الحديثة والتي تعيشها الدولة المصرية أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرص الهيئة على دعم كل الاستثمارات السعودية في مصر والعمل على سرعة تذليل أي تحديات توجهها وذلك بالتنصيق مع كافة الوزرات والجهات المعنية مما يحفز الشركات السعودية على تنفيذ استثمارات جديدة في مصر واستغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات محل اهتمام الجانب السعودية جاء ذلك خلال لقاء مع بندر بن العمري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودية وممثل أكثر من 14 شركة سعودية تعمل في السوق المصري في مختلف القطاعات تراجعت مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين قابلت عمليات شراء من المستثمرين الأجانب والعرب وسط توقعات باستمرار تذبذب السوق حتى نهاية الشهر الجاري بفضل اتجاه المحافظ لتسوية مراكزها المالية قبل نهاية السنة المالية وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبرصة نحو 691 مليون جنيها ليصل إلى 631.9 مليار جنيها بعد تداولات كلية وصلت إلى 5.4 مليار جنيها وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجيكس 30 تراجعا طفيفا بنسبة 11 من 100% كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنسبة 30 من 100% في اليابان أظهرت بيانات رسمية أن صادرات البلاد قفزت في مايو الماضي بنسبة 49.6% مقارنة بالعام الماضي لتسجل أكبر ارتفاع لا في أكثر من أربعة عقود مع بدء الانتعاش الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا والمدفوع بكثرة الطلب على السيارات وقطع غيرها وأفدت وزارة المالية أن صادرات السلع ارتفعت إلى 57 مليار دولار في مايو حيث زادت بأسرع وتيرة منذ تسجيل قفزة قياسية وصلت إلى 51.4% في إبريل من عام 1980 في أسواق النفط العالمية ارتفعت الأسعار للجلسة الخميسة على التوالي حيث تحسنت المعنويات على خلفية تراجع المغزونات وانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وصعد خام برينت بنسبة 6 من 10% ليصل إلى 74.4 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ إبريل من عام 2019 وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 6 من 10% ليصل إلى 72.5 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر من عام 2018 نهاية الوقف الاقتصادية ونعود من جديد إلى زملتي صحر صبري شكرا محمد أفاد مسؤولون أوروبيون بأن الاتحاد الأوروبي وثقا على رفع القيود على المسافرين الوافدين من ثماني دول ومناطق بينها الولايات المتحدة ولبنان وتم توسيع قائمة الدول المستثنى من الحظر المرتبط بالسفر لتشمل ألبانيا ومقضونيا الشمالية صربيا ولبنان والولايات المتحدة وتايوان ومكاو وهونج كونج كما أفادت مصادر أوروبية أن الاتحاد الأوروبي وثقا على استقبال السياح الأمريكيين وإن كانوا غير ملقاحين قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيليو إبرارد إن المكسيك تهدف إلى تقليص القيود التي يسببها الوباء على حدودها المشتركة مع الولايات المتحدة من خلال تسريع تطعيم سكانها الحدوديين ضد كوفيد 19 والتقى الوزير المكسيكي ووزيرة الأمن الأمريكية روزيلا إسلا ورئيس الأمن الداخلي الأمريكي لخاندرو مايركاسا في مكسيكو سيتي وقال وزير الخارجية أنه عرض خطة حكومته للأسرع بالتطعيمة وأضف أن مايركاسا شارع إلى أن أولوياته يتسهل تجارة والسياحة والصفر وتسريع التطعيمات لعودة المنطقة الحدودية إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن سجلت الهند أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي من فيروس كورونا وأفض مصدر طبي أن الحالة لشخص في ولاية ماديا برايش يبلغ من العمر 34 عاما أصيب بالفيروس لمدة شهرين قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى والذي أثبتت لاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر يأتي ذلك بينما سجلت الهند أكثر من 62 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفع إجمالي المصابين إلى أكثر من 29 مليون حالة وكما سجلت 2542 حالة وفاة جديدة لارتفع إجمالي الوفيات إلى نحو 380 ألف حالة متواصلون مع حضراتكم ومعنا أيضا الصين تطلق أول مهمة مأهولة لها في الفضاء منذ خمس سنوات الآن أخبار الرياضة مع الزميل محمد عبد الحكم بكرة محمد قررت الصين إرسال ثلاثة رجال إلى الفضاء في أول مهمة مأهولة لها منذ نحو خمس سنوات وذلك في إطار خطة لإكمال محطة الفضاء الصينية بنهاية العام المقبلة وستطلق الصين مركبة الفضاء المأهولة شانتشو 12 غدا الخميس في جيوتشوان بإقليم قانسو وتمثل المركبة شانتشو 12 ثلاثة بعثة ضمن 11 بعثة لازمة لإكمال محطة الفضاء الصينية بحلول عام 2022 وتهدف بكين إلى أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030 وقد أصبحت في مايو ثاني دولة تضع مركبة فضاء على سطح المريخ بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من الخبر أعلنت الهند فتح عقوبة الحب الشهيرة تاج محل والعديد من المعالم الأخرى بعدما استمر عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الانخفاض وقال قاضي مقاطعة أجرى برابو نارينسينج أن هناك 650 سائحا لديهم حجوزات عبر الإنترنت سيسمح لهم يوميا بزيارة تاج محل المبني من الرخام الأبيض اعتبارا من اليوم وسيتم فحص درجات الحرارة عند البوابات ويجب ارتداء الكمامات ومراعاة معايير التباعد الاجتماعية يشاره لأنه تم إغلاق تاج محل في شهر أبريل الماضي وسط موجة من الإصابات الجديدة في الهند ختماً نذكر بالعناوين مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعة الخاصة والأهلية خلال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب جابريو أكد على ضرورة التسلح برؤى إعلامية تتسم بالوعي واليقظة والسرعة لمواجهة التحديات بايدن وبوتين يعقدان يقمة في جينيف وسط توقعات بأن يشهد اللقاء خلافات كبيرة وتضاء لفرص تحقيق أي تنفراجة نهاية هذه الساعة الإخبارين إلى اللقاء